بدي حكي لكم قصة واقعية صارت معي بأول 2009 السكنة الدنيا شتا كنت بألمانيا بميونيخ بدخن بس جوة القتيل كامة منوعة ندخن فالزلم اللي معي الألماني كل شوي اللي مشي ندخن برا فدرجة الحرارة كانت ناقص خمستاش فإيجا عن بيقلي تعال ندخن برا فالويتر هو نادل يعني تعال البار قال ما في مشكلة خطط الساعة إذا عش بالليل فين كون ندخنه عالبار كان قاعد واحد عمره بالستين رحب وسلم علينا من وين الشباب فكل واحد يعرف عن حاله أنا لما عرفني أني من سوريا طبعا بحكي ما هو انجليزي أنا لما عرفني أنه أنا سوري رحب زيادة بعدين رحب على حاله وسمى حاله واسمه قال أنا مهندس زراعي وعندي ببلدي شركة حمضيات بما أنه إحنا البلد الأول بالعالم بنوعية الليمون اللي منصدره فأنا عم بسمعه لوقت اللي قال تعرفوا ليمون حيفا في إسرائيل معروف عالميا ووجه الكلام إلي فأنا أجتني صدمة قمت ووقفت مثل القبلة وضليت رايح على غرفتي بيلحقني باتريك الألماني ويقول لي شو صار معك عم يضحك عارف يعني هو قلتلك هذا من إسرائيل فصار يضحك قال لي أنتوا عايشين بكذبة ترى وهو تقصد أنه يحرجك لأنه بيعرف الرياكشن إلا لك قلت له ما قدرت خلص الإختباس إحنا أربينا بسبب هذا النظام الفاجر يشربنا أنه إسرائيل هي عدو وما عرفنا ليش كانت هذه الدعاية هذه الدعاية لأنه هو يحتاج أن يكون فيه عدو من أجل استمراره وهو مؤمنين أنه إسرائيل هي عدو وأخذت جزء من أراضينا يجب أنه نسترجعه بس مستحيل هذا النظام المارك الأقلوي يرجع هذه الأرض لأنه مثل ما إسرائيل تحتاج في وجودها إلى فزاعة ضمن قوسين لما كان هذا النظام يصدر لنفسه أنه هو قادر يزرع إسرائيل بكل كيلومتر مربع أربع صواريخ باليستية فبما أنه الشعب الإسرائيلي هنه يعهود سفرديم وأشكناز ومتفرقي من كل العالم كان لازمون شعور الخوف لحتى يجتمعوا مع بعض وكان النظام النصيري حافظ يلبي هذا الشعور لإسرائيليين وبنفس الوقت كان بحاجة هذا النافق حافظ الأسد لشماعة من أجل استعباد الشعب السوري في جيش ليس بعقائدي إنما من أجل فقط أنه يستعبد هذا الشعب ويحوله إلى مطيه ويمص جميع مقدرات سورية في دعاية أنه نحن نحارب إسرائيل لذلك من المستحيل بمكان كان يصير سلام ومستحيل بمكان أنه لو أرادت إسرائيل الرجاع الجولان هو لن يرضى لأنه سوف تسقط الشماعة مثل من الآن سقطت شماعة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل عند الحلف لطنع شاوي الذي ينادي به دائما وشفنا أنه الآن طلعوا بالشعارات الجديدة هي الانتظار من أجل الانتصار وأنه نحن سوف نؤجن معركة زوال إسرائيل إنما الحفاظ على المقاومة سقطت ورقة التوت عن هؤلاء اللي استثمروا هذه الواجهة من أجل اضطهاد الشعوب في ظل هذه الأربعين سنة شفنا أنه لم يطلق هذا النظام الباطني طلق واحدة على إسرائيل ولم يحاول أصلا لما كانوا في سنة سرعة وستين قبل منها كان وزير الخارجية مصير إبراهيم أخوص صار يطبل ويزمر أنه نحن سوف نحرر فلسطين فإسرائيل فاتت على سوريا وأخذت هذه المناطق وكأنه كان هذا النظام الساقط هو يسعى إلى تدخل إسرائيل في سوريا من أجل أنه يصير فيه عدو الآن نحن عم نشوف في خطاب إسرائيل وفي خطاب حلف المماتعة ما عم يجيب سورة سوريا الآن الآن النظام العميل في سوريا ميليشيح بشار الأساد تصدر إلى عدو جديد اللي هو التركي إذن تخلوا عن المطالبة بالجولان وتخلوا عن مناطحة إسرائيل لأنه انكشفوا ولكن يلزم هذا النظام الفاجر هاي ميليشيح بشار الأساد نظام جديد يعادي من أجل استمرار اضطهاد الشعوب لذلك الآن أنا لا أنظر أنا كسوري الآن عندي هذه القضية اللي هي ملحة اللي هي مهدد بزوالي وأشيح بنظري إلى قضية فلسطين وأميز بين قضية فلسطين وشعب غز الآن اللي يقتل أشيح بنظري عن قضية فلسطين وأنادي بقضيتي فأرى أنه العدو الوحيد اللي موجود اللي يهدد وجودي هو الحلف الاطناشاوي والوريث القاصر بشر لذلك الآن إذا أتيح للمعارضة السورية قتال هؤلاء من الأراضي الإسرائيلية للقضاء على الحلف الاطناشاوي اللي هو ميليشي حسان فليبارك الله كل يد تقتل هؤلاء قولا واحدا الآن هذا العدو هو اللي دمر سوريا هو اللي دمر سوريا وهو اللي دمر لبنان وهو اللي دمر اليمن وهو اللي دمر العراق هناك والآن تحوم الأنظار على تدمير الأردن لذلك أنا لا يوجد لدي عدو إلا الحلف الاطناشاوي وهذا الوريث القاصر وأي قوة في العالم تبارك هذا القتل وتبارك إقصائهم وتبارك خلاصنا منهم من أي جهة كانت فنحن متوحدين معهم يكفي ضحك على الشعب ويجب أن نسمي الأمور بمسمياتها هناك مصلحة لإسرائيل ببقاء هذا الوريث القاصر لكن الآن تغير الأمر إسرائيل لا تريد أن يوجد هناك منافس لها على قطعان العرب اللي هي فارس لذلك وقف الآن يا إيران أنا الآن يجب أني أقضي على أي سلاح أنت تمتلكيه هيك الإيرادة الإسرائيلية بتقول وهيك الأقوى بيقول لذلك اتنين متنافسين على استغلال وانططاء العرب ولكن الأقصى والأقضر هو الذي يخضع إلى مظلومية عمر ألف ومئة سنة اللي هنل حلف لطناشاوي لكن هناك مصالح إسرائيلية إذا لبت تركك بحالك لكن لطناشاوي سيفنيك قولا واحدا شئنا أم أبينا اليهود دياني عمرها آلاف السنين أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأرض وعطانا عبرة ليست مخصصة إلى اليهود لكن عبرة يتم تكرارها لأن القرآن لو جسم ثابت لو كتاب ثابت كان ندثر لكن عطانا العبرة في اليهود من أجل التكرار لكن الحلف لطناشاوي لم يتم تأسيسه إلا على الكراهية الحلف لطناشاوي لم يتم خلقه من ألف ومئة سنة أو عفوا من بعد مقتل علي بن أبي طالب وتوضحه طبعا المقتل اللي كانت جنائية ثم أحدثت شرخ وأصبح هناك دين جديد لم يتم بناء هذا الدين الجديد إلا في هدف واحد هو معادات الإسلام وأسقاط هل يعقل أن دين كامل يقم على جريمة جنائية هي مقتل الحسين لذلك فرقه بين اليهود كدين سماوي وفرقه بين الألطناشاوي كدين تم إحداثه من أجل معادات الإسلام وأسقاطه لذلك أنا أرى أنه قتال هؤلاء أولى من قتال أي قوى في العالم هؤلاء هن اللي هددوا وجودي أنا كعربي كمسلم وليس اليهود ولليمتنا ضلوا بخير